اشتركوا في القناة الحجاج في اعمال الحج مع المباني دائما والمعاني وبطبيعة الحال اول خطوة يخطوها الحاج في اعمال الحج هي التلبس بالاحرام فما هو الاحرام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وعلى يعني في الحقيقة قبل هذه الخطوة قلوبي ان الحج هو بغا منه الحج الحاجة بغا منه انه مش يتصلح مع سيد اربي ما يمكن لك الحاج جيد والاخت الحاجة تصلح مع سيد اربي اللي تصلح مع اخوتك مع جيرانك مع الناس ديلك بغيتي توصلهم توصل الله عز وجل الله تعالى يقول اتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ساءلون به والارحم والله عز وجل قال فهل عسيتم ان تفسدوا في الارض وتقطوا ارحمكم وسيدنا بي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال الا ادلكم الا اخبركم على خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة لا تدير الاركان قالوا بلى يا رسول الله اخبرنا شنو ايها الحاجة اللي هي سهلا وفي درجة افضل من الصلاة والصيام والصدقة قال اصلاح ذات البين وفي رواية صلاح ذات البين فإن فسات ذات البين هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر بل تحلق الدين يعني كتحلق الدين والعياذ بالله وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الله عز وجل كيتطلع على الخلق دياله في الليلة ديالنصف شعبه فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله عز وجل إلا قاتل النفس والمشاحن يعني اللي اقتل روح والعياذ بالله والمشاحن يعني اللي يمتدبز مع القريب دياله ومخاصم معاه لآخره وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفعوا الأعمال من الله تعالى يعني ديال الأسبوع كل نهار اثنين والخميس فيغفروا لكل عبد لا يشركوا بالله شيئة إلا المتشاحنين فيقول أنظر هذين حتى يصطلح أنظر هذين حتى يصطلح فلذلك احنا بغينا نصلحوا العلاقة مع الله عز وجل ما يمكنش نصلحوا العلاقة مع الله عز وجل إلا إذا صلحنا العلاقة مع الناس إذا كانوا ظلمنا نغفروا لهم احنا ديرين ظلموا وغدين عن سيد ربي وبغيين يغفر لنا الله عز وجل يقول عفوا وصفحوا ألا تحبون أن يغفروا الله لكم سيدنا أبو بكر كان زلت في هذه بدك يقول بلى يا ربي أريد أن يغفروا الله تعالى لي إذا ظلمنا شيء ظلمنا شيء واحد يعني نغفروا له نسمحوا له وإذا احنا ظلمنا شيء ناس نشأل عندهم نطلبوا منهم مسامحة أقل شيء أقل شيء خصوص بالنسبة للأرحام قلوا السلام عليكم أقل شيء في الحد الأدنى أن تدخل إليه أو تكلمه في الهاتف وترسل لي رسالة أن تصلح العلاقة مع الله لعل الله تعالى أن ينظر إلينا بنظر الرحمة فلذلك نحن نريد أن نذهب إلى الله سبحانه وتعالى أن نسافر إلى الله عز وجل شوف الإحرام أمره عجيب جدا قلنا بأن الحج سفر إلى الله عز وجل سفروا العمور إلى الله عز وجل مني كان سفروا مثلا هنا في المغرب ما كان نقوله وإذا كان نركبه في السيارة كان نقول سبحانه الذي صخر لنا هذا وهذا من القرآن الكريم وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بمعنى أن كل سفر ولو كان في المغرب ولو كان قصيرا عليه أن يذكرنا بأننا منقلبون إلى الله عز وجل فما بالنا بصفر العمور بتوبة العمور علينا أن نتذكر أن في سفرنا هذا سيأتي يوم ننقلب إلى الله تعالى الضرارة ولهذا قيل هو الرحلة ما قبل الأخيرة فلذلك هو السفر إلى الله وانقلاب إلى الله اختيارا ومحبة تنقلب إلى الله تعالى اختيارا لعل أن يشفى على ذلك يوم أن تنقلب إلى الله تعالى الضرارة الإنسان من أنتهم وش كين ديروا له كنزولوا له حوجه كنغسله كنكفنه كنديروا له الطيب كنصليوا عليه وكندفنه يفعل الحاج بنفسه نفس الشيء الذي يفعل بالإنسان عندما ينقلب إلى الله تعالى الضرارة فيتجرد من تيابه ويغسل نفسه يكفن نفسه يحنط نفسه نفس الشيء يفعل هذا بالاختيار قبل أن يفعل له بالاضطرار وكأنه تجربة صغيرة استعدادا ليوم المحشر نعم ولكن هذا بالاختيار والمحبة رفض كبير ما بين تدير واحد حاجة بز منك تديرها لأنه القانون ذي اللي يضل عز وجل أن كل حي ميت كل من عليها فان هذا بغيتي ولا كراتي الآن ما تدير إيش لأنه كراتي تديرها لي أنه إنسان مشتاق يمشي عن سذر إنسان مشتاق أنه يصطالح مع سذر مشتاق أنه يلبي الدعوة مشتاق أنه يلبي الدعوة كيهن المفهوم دياله الفقهي بمعنى الرجال ما يلبسوش الحاجة اللي مخيطة على قدر الأعضاء بحاجة اللباب بحال تريكو بحال الأكلوت بحال السروال هذه الأمور اللي مخيطة على قدر الأعضاء كي يلبسوا واحد جوج ديال الفطات واحدة الفوق واحدة التحت وهذا بمثابة الكفان سيد بيصلال اسم حجة الوداء وهو وقف عرفة جابوا له واحد الصحابي مات قالوا ما له قالوا له طاح من ناقا دياله رفساته ومات قالوا غسلوه بماء وسدرين ذلك الورق ديال النبق نعم وكفنوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه إيزار ردة فدل ذلك على أنه كفان وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا يعني لا تغطوا لا تخمروا وجهه ولا رأسه ولا تحنطه فإنه سيبعث يوم القيامة ملبيا فلذلك الإنسان يتجرد تجرد المادي ما يلبس الأمور المخيطة والمرأة تلبس الجلباب دياله هل يكون غاية في التواضع شوف الراجل زوننا لحواجه كاملين الله خلينا لفو طولة المرأة تلبس جلبام طرقة انطرقة بمعنى لكان عندنا توب فلون واحد يعني لون مكي يعني لا يثير الانتباه يدينا الخياد خمسة دقيق يعطينا الجلبة ويعطينا الجلبة بمعنى أنه عندما ترى في المرأة المحرمة يعني ترى الأمى عندما ترى الرجل ترى العبد النبي صلى الله عليه وسلم حجة قالت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت حجة رسول الله على رحلنا رفين وقطيفة لا تساوي أربعة دراهب يعني اختار الحاجة المتواضعة جدا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا هذا المعنى فضيلة الأستاذ ينبغي أن يصل إلى الحجاج إن شاء الله لأن من الأشياء التي كان لحظها بالأسف أن الحاج كيمشي كيبغي كل شي يكون في أحسن مستوى يعني الطائرة تكون في المستوى الأكل الطائرة في المستوى الفندق في المستوى يعني حتى المسافة كيتحسب عليها مخصوش هو يقطع واحد المسافة باش يوصل الحرم الحاج يحرص على حاجة واحدة أنه يكون عبد كلما كان عبدنا أكثر كلما اقترب الله أكثر عليه أن يتميز بالعبودية أن يتميز بالأخلاق الحسنة أن يتميز بالتواضع أن يتميز بالإطار هذا الذي يجب أن يتميز به إذا أراد أن يتجل الله عليه برحمته والمغفرة وأن يدخله إلى الجنة نعم الحكمة فضيلة الأستاذ من يعني هذا الثوب الزهيد وفيه واحدة عجيبة واحدة في اللون واحدة في تصميم واحدة في الطريقة باش كيلبسوا الحاج يعني وكأنك ينشي حاجة مقصودة أنه ما يتميز حد على حد بالنسبة للإحرام هناك أمر لطيف جدا ليس فقط الانتباه إلى المبنى هذه فيها الخيطة هذه ما فيها هذه مفصلة هذه ما مفصلة هذا مهم خصو يكون ولكن ما هو المهم وما هو الأهم الأهم شنو هو الله عز وجل شنو بغى مننا من الإحرام شنو بغى مننا من التجرد قبل ما نوصلوا للميقات باش نديروا الإحرام إننا نحن هاتش ده بغير كنستعدوا لإحرام بغانا نتجردهم لإسم العائلة والإسم الشخصي والمرتبة الاجتماعية واللي عنده شي شواهد واللي عنده شي علم واللي عنده شي رصيد بنكي هذا كله مشويش رب يبغى ذلك العبد اللي دار فينا النهار الأول لا يريد مننا إلا هذا فلذلك تلبي يديا السيد نبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكذلك صح عنه أنه كان يقول لبيك إله الحق حقا حقا لبيك عبودية ورقة بمعنى أن يأتي الإنسان وعبدا رقيقا فلذلك نبي صلى الله عليه وسلم قال من حج يعني من قصد الله وهو عبد وهي أما من حج العبد والأما يقصد الله الحج قصد العبد إلى الله من حج ولم يرفث ولم يفسق أخلاق خرج من ذنوبه وعاد كيوم ولدت أمه ماذا نقول قاعدة شنوية إن أردت أن تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك عليك أن تسافر إليه تهاجر إليه تحج إليه كيوم ولدتك أمك على الفطرة والمت عن ناح تبشي حاجة تجيب غير ذلك العبد اللي فيك واللي تجيب معك فلذلك هذك الفطا وهذك غير مساعدات بل أكثر من هذا الإنسان هاش كي يدير سنن الإحرام هي كي تكون قبل سنن الإحرام الإنسان يزول الشعر ذي الإبطة ذي له إلى آخرين لمعروفة نعم نظفة سنن الإحرام هي نفسها سنن الفطرة كأنك إذا أردت أن تحرم إحراما حقيقيا عود إلى فطرتك إلى خلقتك الفطرة هي الخلقة الأولى التي خلقك الله سبحانه وتعالى عليها ما معنى هذا من ناحية السنن منك نقول السنن وإذا درتها عندك الأجر مجارد ما توصل إلى الميقات وتقول باكي اللهم عمرتها وتمتعا بالحاج إذا درت تمتع ولا باكي اللهم عمرتها وحجن إذا درت القراء ولا باكي اللهم حجن إذا درت الإفراد مجرد ما تقول هذا الأمر هذا كي يقول إذا كشي ليogrان سننان يقول إذا كشي لي stirring ما عندكش الحق تزول معندكش الحق تزول مشاعردي إلى آخر علي ما لأن الإحرام من حيث الحكم هو ركن ونية الدخول في النسك ولكن من حيث الحكمة والمقصد والمعنى هو بيع النفس لله إعادة الأمانة إلى صاحبها إنسان إذا باع شي حاجة كان كيملكها ما عنده ش الحق بعد ذلك مثلا عندي سيارة وبعتها وشديت الفلوس وليجاليزيت مع السيد صحنا الإمضاء ممكن شنجي الغدلين نقوله العجلة الاحطية طيارة بغيت ناخدها ولا قد ناخد الكريك ولا ناخد شي حاجة أبداً ما أتي هنا المحرم يبيع نفسه لله عز وجل عندما يصل الميقات والميقات له معنى وذلك الحد الجغرافي الذي لا يجوز من حيث الحكم لا يجوز للمحرم أن يتجاوزه إلا وقد نوى النسك جيد لأن بعض الحجج يعتقد أنه بمجرد أنه خلع الثياب العادية والبس الإيزار والرداء صافرها أراه للمحرم إذن هذا صحيح بطبيعة الحال الإحرام هو نية وهو ركن في حين أنه ذكش اللي تكلمتي عليه بعضه واجب كالتجرد وبعضه سنة كسنن الإحرام أو ما يسمى بسنن الفطرة هذه غير مساعدة للإحرام الذي هو ركن لهو النية أن ينوي الإنسان أنه يعتمير ثم يتحلل ثم يحج وهذا تمتع واللي يديرهم جوج في نية واحدة وهذا قران واللي فقط يفرد النية بالحج وهذا ما يسمى بالإفراد مجرد ما يدير هذا الشيء يقول لي أنه جاب الركن الأول والأركان هي الحج الأركان للعمر غير ثلاثة النية هذه التي نهضر عليها والطواف والسعي هذو ثلاثة الأركان عند العمر والحج عنده ربعادي الأركان عنده الإحرام بحاله بحال العمر وعنده الوقوف عرفة وهو الركن الأكبر وعنده الطواف الإفاظة والسعي الأركان لا تنجبر بالدم ضروري يديرها ولاحظوا معايا أيها الحج الكرام أيها الحج الكريمات أن الأركان سهلة النية سهلة تكون في عرفة واقف على رجليك غالس متكي مريض إن شاء الله ما يمرض منكم حتى شي واحد ولا متكي ولا ناعس تواجدك الوقوف بعرفة ماشي بحال يكن قوله بداري جواقف يعني قائم على رجليك الوقوف هو المكوت الدليل على هذا الناس اللي كيسوقوا كيسوقوا السيارة اللي كان وصلوا العلامة قف واش كان نزلهم السيارة نوقف على رجليك لا وقوف يعني قف يعني مكوت يعني لابد يعني وحد الوقت ديال التوقف أن تتوقف في عرفة هذا سهل جدا بين التهليل والتلبية والتواف سهل جدا والسعي سهل جدا والوقت فيهم متسع جدا شكي يبقى كي يبقوا الواجبات اللي غد ينجي لها كل وحدة الواجبات ضروري لإنسان قصير درا لنادي من شعائر الله ومن حرمات الله عز وجل لماذا رهاش لسبب معقول إن شاء الله لا يتمع عليه وتنجبره بدم يتبح حولي كل واجب حولي أما المحضورات ديالي إحرام بحال إنسان يغطي راسه أو اللي يلبس الحواج العادية أو اللي يدير العطر أو اللي هذا من بعد الإحرام اللي وقع في شيء محضور من هذه المحضورات عليه الفدية والله تعالى قد خيرنا قال فمن كان منكم مريضا أو بأذن من رأسه ففديتهم من صيام التيام أو صدق إطعام ستة مساكين أو نسك ذبح حشال نعم هذه الفدية وهذه المحضورات اللي قدر يوقع فيها الحاج يسوي في ذلك اللي يوقع في هذا المحضور جاهل أو عامد أو نسي بحل بحل كله عنده عذر كله ما عنده شعذر الجاهل إذا استقرأنا يعني مقاصد الشريعة والآيات القرآنية الله عز وجل يقول ربنا لا تواخرنا إن نسينا واخطأنا وقال نبي صلى الله عليه وسلم روفي على الخطأ ونسيانا عن أمتي ومسلوك وعالي فلذلك كين مذهب في فقه الذي يتوسع ويقول لا حرج وهناك من يحطاط يقول رغم أنه ناسي أو غير ذلك فإنهم باب الاحطيات أنه يفدي فهذا إن شاء الله يعني هذا مذهب معتبر وهذا مذهب معتبر والإنسان يحاول ما أمكان يستحضر أنه عبد يعني عند الله عز وجل فلذلك إذا وصل إلى الميقات وقلنا الميقات بأنه ذك الحد الجغرافي نعم الذي لا يجد الإنسان أن يتجاوز إلا وقد باع عن فساول الله إلا قد نوى وهذا فيه رحمة لابد خيل أن الإنسان يذهب إلى شخصية كبيرة جدا لها من منصب كبير جدا ويؤتى بإنسان ولا يعلم ولا يخبر بأنه غير يمشي لله هل يدخلوا عليه غير يدهش في حين أنه إذا قالوا له رهنال فلاني غير يمشي للشخصية البولانية وغير يجيبوه بشوية بشوية سيستعدوا نفسيا هكذا إنسان يأتي من بلده يدوش ويصوب هذا يستعد نفسيا من بعد منك يوصل الميقات يستعدوا نفسيا أكثر عندما يدخلوا إلى منطقة الحرم يعني على بعد 23 كيلومتر في الشميس ما يسمى بالحديبية يستعدوا أكثر عندما يرى بيوت مكة يستعدوا أكثر عندما يرى البناية التي حول الكعبة يستعدوا عندما يرى الكعبة يكون أمر آخر فلذلك الآن الإنسان يفيد على الله سبحانه وتعالى يعني الدخول إلى الله يقصد هذا التدرج من مقام إلى مقام نعم وهذه رحمة من الله لنا يعني يرحمنا حتى لا نصاب بالدوران يعني كم من الناس الذين لأول مرة حجوا عندما رأوا الكعبة يصيبوا بال يعني بالإغماء يعني لهول المكان وكان الإمام الغزالي رحمة الله عليه له كلمة جميلة جدا يقول الكعبة تبكي على من لم يراها أما من رأها فهو يبكي عليها وسبحان الله كلما ذهبت أكثر وكلما نظرت إلى أكثر كلما اشتقت إلى أكثر فضيلة الأستاذ نكتفي بهذا القدر تبارك الله عليك أكيد سنعود مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله لركن الإحرام نعود مرة أخرى إلى المباني والمعاني فهمنا معكم الحكم بسهولة لكن نحتاج لأن نفهم أكثر معنى الإحرام معنى التلبية معنى التجرد شكرا جزيلا لك شكرا للمشاهدين الكرام في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين